الـ 11 مساء بتوقيت أبوظبي السابعة بتوقيت جرينيج مصر مسؤولية الحكومة في اشتعال الشارع مجددة عاشت القاهرة خلال يومين الماضيين على وقع أزمة جديدة اشتعل فيها الشارع المصري من جديد هذه المرة عادت الفتنة الطائفية لتطل برأسها من جديد قتلى وجرحة في اشتباكات بين مسلمين ومسيحيين في ظل غياب غريب لقوات الأمن ولئن رأى البعض في ذلك تواطؤا من الشرطة فإن آخرين يرون فيه تراجعا خطيرا في دور الدولة وإجهزتها منذ وصول الإخوان المسلمين إلى سدة الحكم فالمعارضة المدنية تعتبر ما يجري على الساحة المصرية فشلا كبيرا للجماعة التي تحاول السيطرة على كافة مفاصل الدولة في حين ترد الحكومة بأن السبب يرجع إلى رغبة بعض القوى في إفشال تجربة الإخوان في السلطة مصر مسؤولية الحكومة في اشتعال الشارع مجددا موضوع حوارنا هذه الليلة على سكاي نيوز عربية نرحب بضيوفنا في حوار الليلة معنا من القاهرة الكاتب والباحث السياسي دكتور إماد جاد ومعنا أيضا الكاتب والباحث في علم الاجتماع السياسي عمار علي حسن سينضم إلينا بعد قليل وأيضا معنا من القاهرة مدير تحرير صحيفة الحرية والعدالة على البحار بإمكانكم أيضا المشاركة معنا في الحوار من خلال طرح الأسئلة والاستفسارات على موقعنا تويتر وفيسبوك مصر مسؤولية الحكومة في اشتعال الشارع مجددا موضوع حوارنا لهذه الليلة أرحب مرة أخرى بضيوفنا من القاهرة معنا الكاتب والباحث السياسي الدكتور إماد جاد معنا أيضا الكاتب والباحث في علم الاجتماع السياسي الدكتور عمار علي حسن كما سينضم إلينا لاحقا من القاهرة أيضا مدير تحرير صحيفة الحرية والعدالة الأستاذ علاء البحار أذكركم أن بإمكانكم أيضا المشاركة معنا في الحوار من خلال طرح الأسئلة والاستفسارات على موقعنا تويتر وفيسبوك مرحبا بضيوفنا دكتور إماد داني أبدأ معك مساء الخير مرحبا بك معنا في الحوار هذه الحلقة الأخيرة من المسلسل الذي يبدو أنه مستمر في مصر الاحتقان الطائف الذي شهدناه مؤخرا في محيط الكاتدرائية المرقصية قبل ذلك ما حدث أمام دار القضاء العالي أجواء من الاحتقان والاضطرابات والمواجهات الناس واضح أن هناك جو عام كئيب الناس غير مستبشرة بالمستقبل الأوضاع الاقتصادية من سيء إلى أسوأ الأوضاع السياسية من سيء إلى أسوأ من يتحمل مسؤولية هذا الوضع الذي وصلت إليه مصر؟ طيب مساء النور الذي يتحمل المسؤولية في الحقيقة هو النظام الحالي دعني في البداية أصاحح مسألة الاحتقان الطائفي كان لدينا احتقان طائفي متفاقم في مصر بدأ مع الرئيس السادات حينما بدأ في زرع بزور الطائفية من أجل أن يجني مكاسب في مواجهة اليسار والنصرين في الجامعات المصرية اعتبارا من بداية السبعينيات وانتهب أن السادات استخدم الورقة الطائفية بكسافة في أواخر السبعينيات وأوائل السبعينيات وراح ضحيتها بعد أقل من شهر ونصف من قرارات سبتمبر الشهيرة مبارك قرر نفس الأمر وكان عام 2010 هو قمة استخدام الطائفية في مصر وقمة الجرائم بحق الأخباض بدأ العام 2010 بنجا حمادي وانتهي بتفجيرات في كنيسة القديسين الآن ما يحدث هو أن النظام الحاكم دكتور محمد مرسي جماعة الإخوان المسلمين تستخدم ورقتها الأخيرة ورقتها الأخيرة تتمثل في تصعيد أجواء الاحتقان الطائفي قبل ثلاثة أيام من حادثة الخصوص تبنى مجلس الشورى قرار بإسقاط حظر استخدام الشعارات الدينية وبالتالي مهدوا لأن تكون الانتخابات بين أديان في حين أن الانتخابات كما تعلم هي بين برامج سياسية لأحزاب سياسية مختلفة الانتماءات الجديد أستاذ مهند فيما يجري اليوم في مصر هو أن نعلم تماما في مصر أن آخر ورقة للنظام المفلس هي محاولة تفجير البلد طائفيا والاعتماد على الجزء الديني الآن ما شاهدناه أمام الكاتدرائية ليس احتقانا طائفيا ولا في الخصوص ما شاهدناه هو ترتيب بدقة من جانب جماعة الإخوان المسلمين لاستخدام الورقة الدينية والرمي بها في الشارع حتى ينقسم الشارع إلى أغلبية مسلمة وأقلية مسيحية وبالتالي يكون هكذا أمام الكاتدرائية لم يعتدي مسلمين متشددين على مبنى الكاتدرائية الذي يحدث لأول مرة في تاريخ البلاد بل اعتدت قوات الشرطة ومعها مجموعات من عصابات البلطجية الذين كانوا يستجرهم نظام مبارك والآن يعجرون أنفسهم لجماعة الإخوان إذن الجديد في مصر اليوم أنه لا أحد يشتري بضاعة الطائفية وهي ورقة النظام الأخير وسقط مبارك مباشرة وسقط مقبله السادات مباشرة بعد الاستخدامها وأعتقد أن مرسي في طريقه للسقوط نتيجة استخدام هذه الورقة طيب دكتور جاد أنت تقول أن هذه الورقة أو هذه الأجواء المحتقنة طائفيا هي رتبت بدقة هذا ما قلته من قبل جماعة الإخوان المسلمين هذا اتهام خطير حقيقة أنت تتهم بشكل مباشر جماعة الإخوان بترتيب ما شهدناه في محيط الكاتدرائية المرقصية سيد الفاضل تهديدات أعضاء الجماعة وقيادتها موجودة كان هناك تأزي من مشاركة أقباط شباب الأقباط بالتحديد من شباب مسبيرو في مسيرة تتضامن مع شيخ الأزهر حينما رتب موضوع بتحميله مسئولية تسمم طلبة داخل المدينة الجامعية وكأن هناك مسئولية سياسية وإن كانت مسئولية سياسية كان استقال مرسي لعشرات الكوارث التي وقعت في البلاد وأحد قادة الجماعة قال الأقباط سوف يدفعون سمن هذا ما حدث وهناك من كتب على تويتر من أعضاء الجماعة هل وصلت الرسالة بعد أحداث الكاتدرائية وهناك معلومات غير مؤكدة حتى الآن تتحدث أنا من ناحية السياسية أقول أنها جريمة مدبرة من قبل جماعة الإخوان المسلمين أما من ناحية الأدلة والبراهين فأعتقد أن الأيام ستكشف عنها لأن هناك اجتماعات جارت بين مجموعة من الشخصيات وسبق للدكتور البلتاجي أن اتهم الأقباط بأنهم يشكلون 80% من معارض مرسي أمام الاتحادية وأنهم يقومون بكذا وكأن الرسالة كانت مطلوبة إعادة إدخال الأقباط داخل الكنيسة ولذلك أعتدي على الكاتدرائية لأول مرة في تاريخ البلاد طيب دكتور أمار مرحبا لك معنا في هذا الحوار استخدام هذه الورقة الأخيرة كما قال الدكتور عماد تصعيد الاحتقان الطائفي وتفجير البلد طائفيا ما مصلحة النظام في افتعال هذا الأمر يعني في الحقيقة الورقة الطائفية استخدمت على مدار عقود من الزمن يعني نظام مبارك كان أحيانا وفي إطار سياسة لفت الانتباه بعيدا عن القضايا الحقيقية أو التعمية على قضايا كبرى مصارة في الشارع يفتعل مثل هذه الأزمات ويعتقد أو يتوهم أن بيده أن يطلقها وبيده أن يعقلها هذا حدث مثلا عقب الانتخابات المزورة في 2010 حين وجدنا يعني حادث كنيسة القديسين المعروف والشهير الآن نظام الحالي استخدم الورقة الطائفية بالفعل أيام الانتخابات الرئاسية يعني جزء كبير من الحملة الدعائية لصالح الدكتور المهندس محمد مرسي في صعيد مصر كانت بالورقة الطائفية أيامها استغلوا بعض عبارات منسوبة للفريق أحمد شفيق حول احترامه للكنيسة وصداقته للبابا شنودة ونسب إليه أقوالا تتحدث عن أنه إذا قدر له أن يحكم سإما أن يقرر الإنجيل شأن القرآن على طلاب المدارس أو أن يرفع القرآن من التعليم ولا أحمد الشفيق ولا غيره يستطيع أن يقدم على هذه الخطوة لكنها استغلت وسط العوام وكان باين منذ اللحظة الأولى أن الورقة الطائفية لعبت دورا كبيرا في حسم المعركة في الصعيد لصالح الدكتور محمد مرسي الآن أيام الاتحادية وحصار الاتحادية عقب الإعلان الدستوري المشؤوم بعض أعضاء مكتب الإرشاد قالوا أيضا أن الذين يحيطون بالقصر الرئاسي أغلبهم من المسيحيين وقالوا الأمر ذاته عن حصار مكتب الإرشاد في حي المقطم وفي الحقيقة هذا لعب بالنار لأنه يريد أن يجيش عواطف عوامل المسلمين لصالحه باعتبار أن الانقسام داخل مصر ليس انقسام بين ديمقراطيين ومستبدين بين فاشيين وبين نازعين إلى الإصلاح السياسي لكنه انقسام على أساس رئيس مسلم وطائفة مسيحية تنازعه في دينه ولا تنازعه مثل ما ينازعه المسلمون المختلفون معه في أدائه وفي طريقة تفكيره وفي انتمائه لجماعة يعني ليست كفأة في إدارة البلاد فقطعا الورقة الطائفية قد تستخدم في المستقبل بإفراط شديد لا سيما في الانتخابات القادمة إن أصروا على الأقل أن تبقى الشعارات الدينية في حيث الاستخدام القانوني في هذه الانتخابات طيب دكتور عمار أرجو أن تبقى معنا سأشرك الآن معنا أيضا من القاهرة الأستاذ علاء البحار مدير تحرير صحيفة الحرية والعدالة مساء الخير أستاذ علاء مرحبا بك معنا ربما استمعت إلى جزء مما قاله الدكتور عمار وأيضا الدكتور عمار جاد فيما يتعلق باستخدام النظام الحالي للورقة الطائفية الدكتور عمار ذهب إلى أبعد من ذلك واتهم جماعة الإخوان المسلمين بشكل مباشر بافتعال وبترتيب ما شهدته محيط الكنيسة المرقصية في الأيام الماضية كيف ترد على ذلك؟ في الحقيقة أنا شايف الذي يلعب الورقة الطائفية هو من يريد إقحام أحد الطيارات السياسية في هذه المعركة كلنا رأينا كيف بدأ الحدث غامضا كلنا نعرف أن مثل هذه الأحداث تحدث منذ عشرات سنوات ولم يكن الإخوان المسلمين يحكمون حدثت في عهد السادات رئيسي السابق مبارك وتكررت في عهد العسكري ثم أخيرا في هذه الفترة للأسف الزملاء لا يتناولون هذا الأمر بعمق الموضوع خطير جدا أنا لا أعرف كيف يقول الدكتور عمار وهو صديق عزيز أحترمه يعني لكن لا أعرف كيف يقول على الصعيد أنه طائفي كيف يقول على أهل الصعيد أنهم طائفيين وأنهم اختاروا الدكتور مرسي لأنه لعب بالورقة الطائفية يعني هذا الكلام كله مغلوط ومكذوب الأمر الثاني ما هي الأدل يعني أنتم تتهمون أن الإخوان يتلعبون بهذه الورقة ما هي أدلتكم أن الإخوان شاركوا في الأحداث الأخيرة كلنا رأينا رأي العين أن الأحداث خرجت بشكل فعلا غير طبيعي شارك فيها مجهولون ولا يعرف أحد من هم هؤلاء وأظن أن تحقيقات النيابة التي تجري حاليا قد تكشف بعد الأوراق وبالتالي هي اتهامات بدون أدلة اتهامات تزيد من تعقيد هذا الملف الخطير الذي ندعو الله أن يحقن دماء المصريين مسلمين ومسيحيين يجب أن نبحث في الأسباب الحقيقية التي تؤدي إلى تكرار هذه الفتنة وتكرار هذه الأحداث ما هي الأسباب برأيك أستاذ علاء أنا أرى أن هذه الأمور معظمها أولا مفتعل العمر الثاني أن البيئة نفسها مهيئة لمثل هذه الأمور مفتعلة من قبل ما؟ هذه هي النقطة ولذلك أنا أريد أن أحدد هنا أن المسؤول سياسيا عن الكشف عن تفاصيل هذه الملابسات هم بالترتيب وزير الداخلية رئيس الوزراء ثم رئيس الجمهورية لابد أن تعطينا الأجهزة الأمنية والدولة المسؤولون عن الدولة تفسيرا محددا لما يحدث وبالتالي هنا أنا أحدد المسؤولية لماذا أحدد المسؤولية؟ لأن ما يحدث هو جرائم جنائية بالدرجة الأولى يعني ما حدث هو عمليات قتل كلنا رأيناها وكلنا نرفضها ما حدث هو عملية احتداء على مقدسات سواء للمسيحيين أو للمسلمين كما حدث في الصالي دعني أفهم منك أستاذ علاء أنت تحمل المسؤولية لوزير الداخلية ورئيس الوزراء ورئيس الجمهورية نعم بالطبع لأنهم هم المسؤولون ولكن أحملها أيضا للطيرات السياسية والقوات السياسية المختلفة ليس معقولا أن أتلعب بهذه الورقة الخطيرة الورقة الطائفية إذا تم التلاعب بها سوف تحرق الجميع بلا سسناء فأنا لا أتخيل أن القوات السياسية تريد أن تكسب بمطا على حساب السلطة وخاصة للقوات المعارضة في هذه اللحظة هذه اللحظات الخطيرة في تاريخ مصر يجب أن يشارك الجميع في المسؤولية القوات السياسية عليها أن تهدي الأمور لا أن تشعل الأمور يعني ما رأيته وما سمعته الآن من زميلي العزيزين هو يشعل الموضوع أكثر وأكثر يعني أنا مش عارف هيستفيدوا إيه لما يزيدوا حدة الاحتقان بين الطيرات الإسلامية وبين المسيحيين في هذه الفترة رغم أن الطيرات الإسلامية أعلنت رفضها واستنكرها أعلنت موقفها المبدأي أنها ضد الفتنة بكل المقاييس لأنها ضد الوطن وليس معقولا أن الطيرات الإسلامية عندما يصل إلى الحكم يفجر الأوضاع ويلعب هذه الورقة لكي يضعف الدولة أكثر وأكثر وتحسب عليه مثل هذه الأخطاء دكتور عماد ما رأيك؟ يعني أولا الحدث كما يقول الأستاذ علاء جرى بشكل غير طبيعي أشخاص مجهولون شاركوا فيه هذا كما ذكرت أنت وذكرت دكتور عمار أيضا حدث في السابق أيام استادات وأيام مبارك وحمل المسؤولية بشكل واضح الأستاذ علاء على رئيس الجمهورية وزير الداخلية ورئيس الوزراء ولكن أيضا في الوقت نفسه حملكم أنتم في المعارضة جزء من المسؤولية ما رأيك؟ يعني أنا موافقه على الجزء الأول الخاص بأن هذه الورقة لعب بها السادات وقتل بسببها لعب بها مبارك وخلع بسببها وأسقط نظامه ويلعب بها الآن مرسي يعني ليس هناك جديد تحت الشمس نظام الدكتور محمد مرسي يمارس نفس لعبة السادات ويمارس نفس لعبة مبارك في ترتيب اعتداءات طائفية من أجل إلهاء الشارع والقوة السياسية عما يجري أنا أريد إجابة واضحة من السيد مدير تحرير الحرية والعدالة هل الانتخابات تجري بين أديان أم الانتخابات تجري على برامج سياسية؟ قبل ثلاثة أيام اتخذ الشورى قرارا بإسقاط الحظر على استخدام الشعارات الدينية إذن سيكون هناك انتخابات مرتبة هكذا شعارات الدينية سيد الفاضل بالمناسبة أنا والدكتور عمار من السعيد وأرجو أنك ما تتكلمش عن السعيد وإحنا موجودين لأن السعيد تصويته طائفي ولو جبت نسب التصويت هو كده إن تصويت السعيد طائفي ولعبة الورقة الطائفية حيثما يوجد وأنا رجل من السعيد ومن محافظة سوهاج حيثما يوجد يعني الفقر والجانل أماشي بس أنت سعيد متطور شوال قدام فأعمار من المانيا وعشان كده بقوله حالك إحنا مش طائفيين إحنا السعيدة مش طائفيين ولا نصويت طائفية نصويت لمن نراه يمفذل هناك من صوت للأطراف الأخرى هناك من صوت للأطراف الأخرى أكمل دكتور عمد أتفضل أسف جدا أعتذر طيب أتفضل لكن ما أقوله هو أن التصويت هناك طائفي يعني التصويت يسهل أن تعبئ الناس طائفيا وتطرح شعارات طائفية فيستجيب الناس بدليل يعني لو عندك أرقام التصويت للدكتور مرسي في الصعيد وعندك الأرقام في الدلتة هتشوف الفروق ماشي المهم استخدام الشعارات الدينية هو لعب بالنار أن تتواجد مصفحتاني للداخلية توجه مسورة كل منهم تجاه مبنى الكاتدرائية وهو مبنى يعني أقول آلم جميع المصريين سليمي الضمير والنية أن تقزف بالغازات المسهلة للدموع ويبقى في بلطجية موجودين بيضربوا بالحجارة طيب ناس جوه الكاتدرائية دخلت وقفلت الباب الداخلية بتضرب عليها غاز والبلطجية بيضربوا بالحجارة أنا تقديري ما أقوله هو تقدير سياسي أن النظام حينما يفشل في إدارة القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية يلجأ للمسألة الطائفية لجأ لذلك السادات ولجأ لذلك مبارك بس السادات لجأ بعد عشر سنين مبارك لجأ بعد حوالي 28 سنة في آخر سنتين ولجأ مرسي بعد 9 شهور الهدف هو قسم البلاد يستفيد إيه؟ يستفيد أن يقسم البلاد لما يجأوا الانتخابات ستكون على أساس ديني وشعارات دينية يبقى المسلمين هيصواتوا للأحزاب الإسلامية والمسيحيين ربما الإخوان عندهم مسيحيين ملاكي ليهم وانت تعلمهم كويس وبعضهم عينهم الدكتور مرسي في الشورى يعملوا حزب المسيح ويبقى شعارات المسيحية في موجة وده الهدف الرئيسي لجامعة الإخوان بعد أن ترجعت شعبيات دكتور عمار ما رأيك؟ النظام الحاكم حاليا فشل في إدارة شؤون البلاد بكل شكل من الأشكال سياسيا اقتصاديا اجتماعيا وبالتالي لجأ إلى هذه الورقة الطائفية هل تتفق مع ذلك؟ لا يعني أنا في الحقيقة لم أقل منذ البداية أن النظام هو الذي حب دبر حادث كنيسة الخصوص لأن مثل هذه الحوادث تقع طيلة الوقت أيام محمد مرسي ومجلس عسكري وأيام حسن مبارك وفي نهاية عصر السادات كون الإسلام السياسي بين قوسين لأنني لا أحب أن أستعمل هذا التعبير وأجد نوع من الدعاية السياسية الرخيصة كون صعوده في الحياة السياسية كان جزء من أدبياته لسيام الجماعة الإسلامية والسلفية الجهدية استهداف المسيحين هذه حقيقة لا يستطيع أحد أن ينكرها ومبدأ الاستحلال وفكر الاستحلال موجود عند هؤلاء في أدبياتهم وفي أفكارهم لكن الذي يحمله للنظام حقيقة هو ما حدث في الكاتدرائية فيما بعد معروف أن هناك تشييع للجنازات ومعروف أن الشرطة يجب أن تؤمن هذه الجنازات وغير مقبول على الإطلاق في أي وقت من الأوقات هذا لم يحدث منذ دخول عمر بن العاص مصر أن هدمت كنيسة مثل ما جرى في سول وأن تقز في الكاتدرائية بعد أيام من اقتحمة شيخة الأزهر ومحاولة التأثير على شيخ الأزهر غير مقبول أن يستهدف عمودان من أعمدة الدولة المصرية أما فيما يتعلق وهي دي هنا كلام الأستاذ علاء عن أن السلطة تتحمل مسؤولية التأمين يعني حتى وقت متأخر كان في إدارة للأمور مثلما كانت تدار في وقت سابق أين مكمن التواطئ أين مكمن عدم القدرة على الفاعلية في مواجهة الخطر على الكاتدرائية أين القدرة على إدارة الأزمة كل هذه أمور كانت غائبة لأن السلطة في حقيقة الأمر بلا كفاءة وبلا قدرة وبلا إمكانيات أما الجزء الأول الذي تحدثت عنه عن استخدام الطائفية في مصر في صعيد مصر نحن نعيش هذه المسائل منذ أن وعينا على الممارسة السياسية ونحن في الإعدادية أو في السنوية في كثير من انتخابات البرلمان كانت تصويت في قرى المحافظة التي أنتم إليها يتم على أساس طائف لا سيما في جولات الإعادة أحيان البيانات والمنشورات التي وزعت في الجولة الثانية من الانتخابات حوالين موضوع شفيق والإنجيل والقرآن والبابا شنودة كانت مفرطة وأنا كان معي بعضها عدم تمكين بعض المسيحيين من الوصول إلى اللجانة الانتخابية حدث في قرية بينها وبين قريتي بضعة أميال وأعرف الناس فيها وأعرف من وقف ومنع هؤلاء من الوصول إلى صناديق الانتخاب يعني دي مسألة مسألة الطائفية في الصعيد للأسف الشديد موجودة وهي ثقافة بغيضة يجب أن نقاومها ونصفيها مع مرور الزمن لكن مقاومتها تستوجب ابتداءاً أن نقر بها ثم نبحث عن طرق للعلاج لا أن نستخدمها في محاولة إعادة تقسيم المجتمع ما بين سلطة ومعارضة ما بين رؤية أو أيدولوجيا السياسية وأيدولوجيات مغايرة تطرح بدائل إلى دين ودين دي مسألة غاية في الخطورة والسلطة نفسها لم يضع أحد كلام على ألسنة أعضاء في مكتب الإرشاد وأعضاء كبار في الإخوان المسلمين يقولوا أن 70% من اللي بيحصروا قصر الاتحادية بعد الإعلان الدستوري المسيحيين هل نحن الذين قلنا ذلك؟ أليس هذا لعب بالورقة الطائفية؟ أليس هذا محاولة لاستخدام تلك اللعبة في تجيش وتعبئة المسلمين خلف النظام؟ يعني وأعادة تقسيم المسألة على أساس ديني؟ من الذي يلعب بالنار إذن؟ طيب أنا شو أن تبقى معي دكتور عمار أنت وباقي الضيوف أنا طبعاً فتحت قضية الاحتقان الطائفي بمناسبة الأحداث الأخيرة كمدخل لنقاشنا اليوم السؤال الذي أود أن أطرحه الآن بعد هذا الفاصل إلى أين يمضي الرئيس مرشري والإخوان المسلمين بمصر؟ نعود بعد هذا الفاصل نواصل الحوار الليلة حول مصر مسؤولية الحكومة في اشتعال الشارع مجدداً أرحب مرة أخرى بدوفنا في هذا الحوار من القاهرة معنا الكاتب والباحث السياسي الدكتور إماد جاد معنا أيضاً مدير تحرير صحيفة الحرية والعدالة الأستاذ علاء البحار ومعنا الكاتب والباحث في علم الاجتماع السياسي الدكتور عمار علي حسن أذكركم أيضاً أن بإمكانكم المشاركة في هذا الحوار من خلال طرح الأسئلة والاستفسارات على تويتر وعلى فيسبوك هذه بعض المشاركات السريعة التي وردت من المشاهدين محمود المدريدي يقول في مشاركة له على فيسبوك أعتقد شخصياً أن استمرار سياسات مرسي ستأتي بعواقب وخيمة أقربها ثورة الجياع محمد المنسي له وجهة نظر أخرى إذ يقول هذه حيلة من حيل التيارات المناهضة لمرسي لإظهاره بمظهر الرئيس العاجز عن إدارة البلد وإظهار أن التجربة الإسلامية فاشلة أما زاهر عزمي فيبدو متشائماً من خلال قوله يبدو أن المصريين لم يميزوا بين الديمقراطية والفوضى وبين الدكتاتورية والحزم في تطبيق القوانين حامد عمر يعفي الشعب المصري من المسئولية بقوله لا أريد من أحد أن يتصور أن هذه هي مصر وأن هذه هي أخلاق الشعب المصري بل هي سلة من أصحاب المصالح الفاسدين المشاهدة أسماء سودان ترى أن كافة الأطراف مسؤولة عن الاضطرابات في مصر حكومة مهتزة ومعارضة انتهازية الكل يهمه مصلحة فريقه دون النظر لمصالح الشعب أخيرا عبد الملك المصري يحمل من جهته المسئولية للجميع ويقول الحكومة فاشلة والمعارضة أفشل العنف سببه غياب الدولة القوية وهناك من لا يريد لهذا البلد أن تقوم له قائمة في الداخل أو الخارج أعود مرة أخرى للأستاذ علاء البحار أستاذ علاء أولا إذا كان لديك أي تعليق على بعض هذه المشاركات التي وردت من المشاهدين أهلا وسهلا بك ولكن دعني أبدأ معك بالسؤال الذي طرحته قبل هذا الفاصل اليوم لفت نظري مقال حقيقة في صحيفة الحياة لأستاذ جميل أذيابي يقول فيه في مصر الأوضاع الاقتصادية متدهورة والبطالة متفشية ونسبة الفقراء متزايدة والحلول السياسية التوافقية عشوائية والأوضاع الأمنية مرتبكة مع فوضى تنتقل بين المحافظات والمصادمات والتظاهرات مستمرة فيما محاولات الحكومة مستميتة لتكميم أفواه إعلاميين هل هذه أجواء يمكن معها الحديث عن النهوض بالبلاد والنهوض بالمصر هل هذا ما كان الشعب المصري يتطلع عليه من ثورة 25 يناير هناك سؤال مهم جدا ربما لو طرح لحل كثيرا من الألغاز وأعجبك على كثير من التساؤلات وحل كثيرا من الألغاز من المستفيد من هذه الفور يعني أنا أتعجب بشدة عندما أحترم رأي زميلي في الحلقة ورأي الكثير من النقاد والسياسيين وكثير من المعارضين الوطنيين عندما يقولون أن هناك مشكلة هذا أتفق معهم هناك مشكلة أكيد هناك أزمة أكيد هناك أزمة لكن عندما يصبون كل الغضب على رئيس جاء بانتخابات حرة ولم ينضي عليه سوى أسابيع ثم قامت الدنيا ولم تقعد بعد أسابيع على فكرة نحن نعيش مش بس الفترة دي الأسرة نحن من بعد ما جاء بأسابيع بدأت إفتعال الأزمات وبدأت المعارك وبدأ العنف يتصاعد وبشكل منظم جدا السؤال هو من المستفيد بما يحدث الآن يعني هل المستفيد بما يحدث الآن من قام بالثورة يعني من قام بالثورة يريد إنجاح الثورة هل المستفيد بما يحدث الآن هو السلطة الحالية وهي أيضا تريد أن تنجح في السلطة هل المستفيد بما يحدث الآن هم الإخوان المسلمون الذين وصلوا إلى رأس السلطة وإلى البرلمان السابق الذي تم حله إلى مجلس الشورى الحالي بالطبع المستفيد هم من يريدون إفشال هذه الثور هذا السؤال لو طرحناه بصدق على بعضنا البعض طرحناه على السلطة كما طرحناه على المعارضة الوطنية أظن أننا سوف نصل إلى أحد الأسباب المهمة فيما نحن فيه سواء من الفتنة الأخيرة في الخصوص أو أمام الكاتدرائية أو في أحداث العنف المتولية لا ننسى أن مقارات الإخوان نفسها حرقت لا ننسى أن مقارات أحزاب مثل حزب غد الثورة حرق الكل متضرر مما يحدث الآن نعم أنا مع أن هناك مشاكل في إدارة الدولة حتى ربما كنت في زيارة مرة في أوروبا للسويت فسألت الخبير أحد الخبراء في الإدارة فقلت له مشكلة مصر إيه ده كلام ده بحوالي من سبعة أو تمام سنين فكان يقولي الأدبنستريشان مشكلتكم عندكم في الإدارة نفسها نعم هناك مشكلة في إدارة الدولة لا أحد ينكر ذلك لكن ما حجم هذه المشكلة كيف يحل هذا الأمر كيف يتم تطوير إدارة الدولة السلطة أكيد عليها دور مهم وأيضا المعارضة وبعض القوى السياسية الوطنية عليها أيضا دور مهم في هذه المرحلة في هذه المرحلة أنا أظن أن المرحلة المقبلة سوف تشهد تقاربا كبيرا بين جميع شركاء أطراف المعادلة الثورية دعني أقول لن تنجح مصر بعد الثورة إلا باشتراك جميع أطراف المعادلة الثورية وبالتالي أنا أرى أن الحل من هنا يجب أن لا نقوم بترسيخ أو بإشعال ولكن هذا التقارب الذي تتحدث عنه أستاذ على أي أساس يقوم التقارب بين أطراف المعادلة الثورية يعني على الأقل ما نشاهده بشكل يومي أن هناك تباعد ويزداد هذا التباعد بشكل مستمر أنا لن أطلط كثيرا بمقولة أننا يجب أن نعمل للوطن وأن يكون مصلحة الوطن هي في المقدمة لأننا سائمنا من الشعارات ولكن دعني أقول أن المصلحة المتبادلة بين الجميع أن هناك لابد من وضع قواعد يلتزم بها الجميع نعم هناك أخطاء حدثت كثيرة في المرحلة الانتقالية سواء في فترة المجلس العسكري أو الفترة التي تلتها والتي تولى فيها الدكتور مرسي السلطة ولكن هذه الأخطاء من الممكن علاجها لأننا لو تركنا الأمر هكذا المعارضة تتهم السلطة بأنها وراء كل ما يحدث وأن الإخوان يلعبون بالورقة فيه وما لا أخره من هذه الاتهمات المرسلة التي لا دليل لها في المقابل لو أننا استسلمنا لكلام بعض الموجودين في السلطة بأن المعارضة غير وطنية وأنها تريد إفشال الرئيس لو استسلمنا لهذا الاستقطاب لن تمر مصر من الأزمة لن تمر مصر من الأزمة إلا عندما يلتقي الطرفان يلتقي على المصلحة المتبادلة على قواعد للعبة يتم الاتفاق عليها على الرئيس في هذه اللحظة الراهنة أن يستجيب للبطالب المعارضة العادلة في كثير من النقاط ولسيما بما يتعلق بوضع الحكومة الحالية بدراسة الملف الأمني الذي أصبح خطيرا جدا على مصر كلها وليس على السلطة فقط على مصر كلها هذا الملف في منطقة الخطورة لابد من علاجه بشكل جذري وإعادة هيكلة الأجهزة الأمنية بما فيها الداخلية وغيرها من الأجهزة الأمنية على الجميع أن يفكر في ما هو الحال طيب دكتور أماد ما رأيك هل بالفعل هناك إمكانية لمثل هذا التقارب الذي يتحدث عنه الأستاذ علاء هل هناك بالفعل هذه القواسم المشتركة التي يمكن اللقاء حولها أم أن الطرف الحاكم اليوم غير قواعد اللعبة وهذا الأمر لم يعد ممكن كما يعتقد البعض دعني أستاذ مهند بداية أحيي على الجزء بروحه التفاؤلية ودعوته للحوار صادقا أحيي على هذه الروح لكن دعني أذكره ببعض الأحداث من اللحظة الأولى الدكتور مرسي ناور في أداء القسم أمام المحكمة الدستورية وإحنا عارفين ده كويس خرج على الدستور حاصر المحكمة الدستورية عمل إعلان دستوري كتب دستور خلافي قانون الانتخابات خلافي حوار وهمي نائب عام جابوا بطريقة أنا لا أدافع عن دكتور عبد مجيد محمود لكن أنا أدافع عن القانون والدستور وبالتالي حتى لما حطوا دستور دكتور مرسي تعهد بدستور أنه لن يدفعه إلى التصويت إلا إذا كان توافقيا وبالليل سهره لغاية الصبح ويوم الجمعة الخميس بالليل لغاية الصبح خلصه المواد وبعده وبالمناسبة يعني حتى المادة الخاصة بعزل قيادات الحزب الوطني آه موجودة مادة في الدستور كويس الدكتور مرسي عين سبعة منهم ممن ينطبق عليهم العزل في مجلس الشورى فأنا عايز أقول لك حالة الارتباك والتحرش بالمعارضة وتشويها وتخونها وتكفرها أيضا النائب العام جاب نائب عام قطاع خاص في الحقيقة لا يرى إلا ما يأتي من مكتب الإرشاد وخلينا أقول هذا بشكل واضح هناك عشرات القضايا يعني يستدعي إعلاميين لم يستدعي واحدا من الذين يعني يقومون بأعمال ضد القوة الحزب السياسية الدستور بيقول إيه في موضوع النائب العام بيقول يقوم مجلس القضاء الأعلى بترشيح ثلاثة يقوم الرئيس باختيار واحد منهم طب يا عم يطبق المادة في الدستور اللي انتو عملتوه ليه مصر بالنائب العام دوك يعني عايز أقول والدستور على فكرة الرئيس مرسي دعا لحوار وكان عنده الدكتور البردعي وكان عنده حمدين صباحي وكان عنده عمرو موسى في اليوم التالي طلع أعلان الدستوري بتاع 21 نوفمبر فازاي الناس هتتحاور وبعدين خلوا محامين يروح يوجهوا اتهمات للبردعي وحمدين وعمر موسى بالخيانة كويس والنائب العام يبدأ بطلبات استدعى من كم يوم كانوا يعني عايز أقول على الدكتور مرسي إذا كان يعني أستاذ علاء كلامه له صدى على أرض الواقع وهو رئيس حرير الحرير العدالة عايزين دعوة من الدكتور مرسي لحوار يتعلق ما تقوليش من غير شروط لأ حوار يتعلق بمناقشة قضايا اليوم الدكتور البردعي وضع بعض هذه الشروط دكتور عماد لأ يعني أنا عايز أقول بلاشي دكتور بردعي حزب النور قدم مبادرة حزب النور السلفي قدم مبادرة من خمس نقاط قعد مع جابة الإنقاذ وافقت راح مع الدكتور مرسي والحرير والعدالة مردوش عليه إحنا موافقين على المبادرة بتاعة حزب النور يعني لو عايز حوار منبكرة على أساس مبادرة حزب النور إحنا عايزين إيه عايزين حكومة محيدة عايزين نائب عام جديد بوقف الاعتداء على الدستور عايزين تنقيض جداول الانتخابات ضمانات نزال وهذا مطرح الدكتور البردعي اليوم تحديدا دكتور عماد دعني أتوجه للدكتور عمار بسرعة قبل أن ننتقل إلى فاصل ما رأيك دكتور عمار هل هذه قواعد مقبولة من الطرفين لبدء أي حوار جدي وفعال في هذه المرحلة الحوار الوطني أصبح مصطلحا سيء السمعة في التاريخ السياسي المصري نتيجة ما فعله صفوة الشريف ومن وصلوا إلى السلطة وهم لم يصبحوا نظاما سياسيا بعد يسيرون على النهج ذاته في الحقيقة حوار لكسب الوقت حوار للتعمية على قضايا حقيقية حوار كحملات العلاقات عامة لأمام الشعب المصري بدليل أن الذين استجابوا لهذا الحوار وذهبوا إلى قصر الاتحادية بعد أن قال الدكتور المهندس محمد مرسي ثلاث مرات أرعاه بنفسي النتائج التي انتهى بليها هذا الحوار ذابت إلى مجلس الشورى فألقاها في سلة المهملات المشكلة فعلا في القواعد لكن القواعد لجب أن ينفرد طرف بيها قواعد ترتب للحياة السياسية على مدار زمن طويل فكيف يمكن لك أن تستأثر بالدستور وتهندس قواعد اللعبة على مقاسك في الدستور تكلم على مواد انتقالية ثم قانون انتخاب وتوزيع دوائر مثل ما تريد ونائب عام ملاكي وحكومة لا تريد قيدة أنملة رغم فشلها الزريع أن تزحزحها لتيجة أن تنتظر حتى تمرر بها الانتخابات المقبلة كل هذا يسمم الأجواء تأكد لو أن الناس في مصر اطمأنوا إلى تداول السلطة لو اطمأنوا إلى أن مبدأ تكافؤ الفرص بين المتنافسين في الانتخابات المقبلة أصبح مستقرا الكل سيعمل مع الشارع من أجل الانتخابات لكن المشكلة أن القواعد لم تستقر وهناك طرف يصر على أن يضع القواعد التي تتلائم مع مصالح الضيقة حتى يستمر في السلطة أطول فترة ممكنة وده طبعا ضد مشروع الثورة دكتور محمد مرسي قدم نفسه في الجولة الثانية من الانتخابات تحت شعار قوتنا في وحدتنا وشباب الثورة وقفوا خلفه حتى يغلقوا صفحة النظام القديم الآن هو يقتل هؤلاء الشباب وحول مشروع الثورة وخان مشروع الثورة بمعنى أدق وحولوا إلى مجرد فرصة وطرك مشروع الثورة وتبنى مشروع جماعته والمصريون انتخابوا لكي يحكم فاكتشفوا أنه لا يحكم وأن في تمانية قبله في مكتب الإرشاد يوجهونه بطريقة أو بأقرأ وهو قال صراحة في حوار تلفزيوني أنا معتقداتي وتكويني وعند هذا الحد لا مشكلة لكنه قال أيضا وترتيبي في جماعة الإخوان المسلمين طيب دكتور عمار دعني فوقف لديق الوقت نتوقف عند هذه النقطة وسأطرح السؤال هل بالفعل ترك الرئيس محمد مرسي مشروع الثورة وتبنى مشروع جماعة الإخوان المسلمين بعد فاصل قصير نعود بعده لمتابعة الجزء الأخير من هذا الحوار نوصل الجزء الأخير من حوار الليلة وأتوجه للدكتور عماد جاد بدقيقتين دكتور عماد لدي سبع دقائق سأعطيك دقيقتين ثلاثة للأستاذ علاء ودقيقتين للدكتور عمار هل بالفعل ترك الرئيس مرسي مشروع الثورة وتبنى مشروع جماعة الإخوان يا سيد الفاضل يعني هذا هو جزر المشكلة يعني الدكتور مرسي في الجولة التانية قدم نفسه زماني الدكتور عمار بعتبره مرشح الثورة ووقف معاه عندنا ظاهرة في مصر اسمه عاصر الليمون اللي هم اضطروا يعيدوا الدكتور مرسي لأنه مش عايزين شفيه وصدقوا حكاية ثوري دي ووقفوا معاه هذه المجموعة فرقته واللي تأتلوا في الفترة الأخيرة واللي اعتقلوا وضربوا منهم محمد دومة ومحمد الجيند اللي يرحموا والمجموعة دي كلها كانت من المؤيداء ودعياله وصوتت له فين مستشاري الرئيس يعني أحد أبرز مستشاري الرئيس والدكتور عمار يعرفه كويس وهو الدكتور سيف الدين عم فتاح وده ابن المشروع الإسلامي في كورية اخصاء العلمسياسية يعني في حوار مع قناة أون تي في قال بشكل واضح لأن الجماعة سكنت القصر وأصبح القصر يدار من المقطم والدكتور محمد مرسي مجرد منفذ لما يأتيه من مكتب الإرشاد يعني يعني ده مش واحد لبرالي ولا يساري ولا من جبهة الخراب ده واحد ابن المشروع الإسلامي وأكيد الأستاذ على أقل يعرفه كويس أوي الدكتور سيف الدين عم فتاحه وبالتالي مشكلتنا مع الدكتور مرسي الآن أنه لا يعمل رئيسا لكل المصريين طيب ولا أنا عايز أقولك كمان ولا ويكره جزء من شعبه اللي هو الجزء الذي يراه غير متوافق سياسيا معه أنا عايز أقولك الموحدة بس واختم بيها بص المسألة جاي فين حينما تم تسمم أو تسميم الله أعلم عدد من طلبة المدينة الجماعية بجامعة الأزهر خلال ساعات الدكتور محمد مرسي كان عندهم طيب فتنة طائفية لمدة ثلاثة أيام ناس فتاتة فبعض ما فكرش يرفع سماع غير بالليل طيب فقط لذيق الوقت الدكتور أستاذ علاء ما رأيك هل بالفعل سكنت جماعة الإخوان المسلمين قصر الرئاسة وانسينا مشروع الثورة وأهداف الثورة التي قامت من أجلها أبو الحقيقة يعني هذا من قبيل الكلام المرسل بالطبع أكيد الدكتور محمد مرسي هو إخوان المسلمين يعني محدش بيونكر وكان مرشحا لهم ووصل إلى الحكم عن طريق مساندة القعدة الصلبة التي ينتمي إليها بالإضافة إلى كثير من شركاء الفورة كما بكر زملاء العزاء في كلامهم يعني لكن ده كلام مرسل يعني فكرة الكلام المرسل ما وسهل أن أقول أي كلام بالطبع أكيد هو متشبع بهذا الفكر ومتشبع بهذا المشروع وأكيد لو جاء الأستاذ حمدين أو الدكتور محمد بن باردعي لو رشح نفسه بين المؤكد أن له أيضا مشروع خاص به هذا لا يعني أنه يهمل مشروع الفورة ولكن هو يتبنى مشروع الفورة من خلال الإطار الذي جاء من خلاله في الحقيقة المشكلة مشكلة أنه هل يتبنى مشروع الفورة أم لا أنا وجد نظري أن المحنة الكبيرة التي تعرضنا لها بعد انتخاب الدكتور مرسي وهو أول رئيس منتخب في تاريخ مصر في انتخابات حرة أن معادلة الديمقراطية تقول أن أصعب شيء أن يتقبل الخاسر خسارته وأن يتقبل الذي فشل في الانتخابات خسارته هذا هو ما حدث بالتأكيد أن هناك شراسة في رد الفعل على بعض الأخطاء نعم هناك أخطاء حدثت أنا لا أنكذ ذلك فيجب أن نكون موضوعيين في هذه اللحظة يجب أن نبحث عن مصلحة وطن في هذه اللحظة الخاسرين للأسف أداروا معركة شرسة ورهيبة ضد الرئيس طيب أستاذ علاء فقط لم يتبق الكثير مكتب الإرشاد يدير الدولة نعم طيب دكتور عمار ما رأيك هل بالفعل يعني كما قال الأستاذ علاء مثل أي مرشح آخر وأنتم لم تتقبلوا الخسارة في هذه الانتخابات دير حقيقي كثيرون اصطفوا خلفه عاقب الجولة الأولى من الانتخابات وقواعد الدكتور مرس التي توهمت أنه سيحسم المعركة من الجولة الأولى فوجئت أنه حصل على خمسة ملايين ونصف فقط ولا يمكن لهذه القواعد أن تعبئ له البقية التي فاز بها إلا لأنه وضع خطة خداعية بأنه مرشح الثورة ورفع شعار قوتنا في وحدة وفي حقيقة الأمر غير مقبول أن الأستاذ علاء الذي يعمل مدير تحرير جريدة أغلبها كلام بلاغي إنشائي فارغ يتهم إثنين من الباحثين طيلة الحلقة بأن كلامهم مرسل وهما يقدمان الدليل تل والآخر لكن هذه آفت جماعة الإخوان الله أقسم بالنفس اللوامة وهم يجذبون كما يتنفسون وطيلة الوقت ينكرون كل شيء لو وجدنا اعترافا واحدا بخطأ لبنيت جسور للسق لكن طالما أن هناك شماعات لتعليق الأقطاء وتلم أن هناك هروب وطالما أن هناك اعتراف أن الحمل سقيل وأنهم غير قادرون وأنهم بلا كفاءة في إدارة الدولة وأنهم يعرضونها للخطر لا أعتقد أن هناك حل من الممكن لكن تجربة الجماعات الإسلامية التي وصلت إلى السلطة في بلدان عديدة أنها لا يشغلها خراب البلاد بقدر ما يشغلها أن تقططح حتى لو يجوز قليل من الوطن وتقيم عليه ما تتواهم أنه إمارة إسلامية في أفغانستان في العراق في الصومال في اليمن في السودان الآن التي تتجزأ كل هذه الأفكار التي نعاني منها نحن أمام رئيس يسكن قصر الاتحادية وقبل كل قرار بساعات أو بأيام يتصرب على مواقع التواصل الاجتماعي أو ناجد تصريح لعضو في مكتب الإرشاد أو ناس تنزل تأييد قرار لم يصدر بعد تدار مصر بعقلية التنظيم السري يعني مستشارة الرئيس أو مساعدة الرئيس فجاءت الجميع أنها نائب لرئيس الوزراء دون أن يعرف أحد من عينها ومتى عينها هذه المشكلة في الحقيقة أن الذي وصل إلى السلطة لا يدرك حتى هذه اللحظة أنه في السلطة ويعيش المظلومية وفكرة الاضطهاد والكرب الألائية ويحاول أن يبتز دموع الناس ويتصور أن الناس من الممكن أن تتعاطف معه من جديد لا شرعية دائمة الشرعية ليست سقن على بياض لا بد من إنجاز ولا بد من كفاءة ولا بد من وطنية في إدارة البلاد شكرا لك الدكتور عمار علي حسن الكاتب والبحث في علم الاجتماع السياسي كان معنا من القاهرة وأيضا شكرا لمدير تحرير صحيفة الحرية والعدالة الأستاذ علاء البحار وأيضا الشكر الموصول للدكتور عمار جاد الكاتب والبحث السياسي كانوا معنا كلهم من القاهرة غدا نفتح ملفا آخر من ملفات حوارنا على سكاي نيوز عربية ألقاكم على رأس الساعة